بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين وأول لقاء بعد عيد الفتر المبارك كل سنة وحضراتكم بخير أعاده الله علينا وعليكم ولجميع الأمة بالخير واليمن والبركات النهاردة معنا حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين وفقرة قضايا المجتمع المصري معنا النهاردة قضية بتشغل الرأي العام وناس كتير وهي قضية المهرجان المهرجان الشعبي عايزين نعرف النهاردة تحول بعض المطربين والمغنيين لأغنية المهرجان الشعبي إيه الأسباب؟ إلى فين وصلت الأغنية الشعبية وأغنية المهرجان؟ النهاردة الأغنية وصلت فين المصرية؟ معي ضيوفي الكرام برحب بيهم الأستاذ معنا والد زياد نقول الأستاذ واقل أهلا وسهلا بحضرتك الأستاذ واقل أمين أهلا وسهلا بحضرتك مبير مبيعات في شركة هابلي إقلام أهلا وسهلا بحضرتك معنا زياد واقل ثاني أهلا وسهلا بك يا زياد نورتونا وشرفتونا وأهلا بحضرتك وأهلا بكم وكل سنة حضرتكم طيب في البداية عايزين نعرف طبعا بداية زياد كانت إزاي؟ مين اللي اكتشفك يا زياد؟ أنا أصلا كنت بقولي نشيد في المدرسة عندي وأمي مدرسة من كم سنة كده؟ كان عندك كم سنة؟ كان عندي تقريبا بحدود ست سبعة سنة كده تمام تمام فأمي سمعتني فراحت قالت لبابا عرفت يعني عندها مغلة موسيقية كويبة كنتعرفة مين الأصل اللي بقولي نشيد فبصت لقيتني تمام ليا ليها علاقة موسيقية لا والدي هو جدي ابو والدي هو كان منشد ديه تمام تمام طيب كان دايما بيسمعوك في المدرسة صحابك وأصدقائك ويقولولك صفت حم والذات كمان بابا كان معي يعني تمام يعني بعد ما سمعوك شجعوك شجعوني وعيلتي كملت بقى وبالخص برض لازم مشكلة بابا جدا عشان هو بجد تاعم معي قد ايه بجد تاعم معي جامد يعني طبعا طبعا أمي طبعا وضعوتها طبعا إن شاء الله ربنا يخليها لك إن شاء الله يا زياد طيب حضرتك يا أستاذ المهاردة يا أستاذ وائل بنقول إن زياد انطلق انطلاقة هل الانطلاقة؟ المهاردة بيدرس الموسيقى كولاماها ده ما عنده 16 سنة طيب حضرتك نميت في هذه الموهبة؟ طيب أولا أنا بشكر حضرتك إنك استضافتينا في اللقاء الجامد بل بنشكر حضرتك بل بنشكر حضرتك طيب في البداية هاتت إن زياد غنى دلوقتي حاليا بأنها ثلاث شهور أو شهرين غنى موارجانات وهو من أساسا يعني اتعلم والتلمز على إيد الماستر الكبير سليم سحاب أه طبعاً وعمل تلع في برنامج The Voice وتلع في برنامج The Voice وانتقل لمراحل متقدمة جداً ولكن هو القضية اللي حضرتك بتتكلمي فيها قضية المهرجانات طبعاً الفترة اللي فاتت أصارت جدل كبير جداً جداً وكلام ومش كويس والناس مش عايزة بالرغم إن الوقت ده هو في قرار حضرتك مانا قرار هقول لحضرتك المهرجان عموماً يعني اللي أستاذ هنشاكر تمام آه ده لما أنا باجي حاجة رديقة مش باجي حدد نقط الرضاقة فيها يعني أنا لما بقولي الشيء ده وحش المهرجان ده وحش إيه اللي وحش من المهرجان طبعاً حضرتك بناء على إيه جيل منع لأن فيه فيه ألفاظ خارجة ممتاز آه لبعض المغنين المهرجانات تمام يعني قرار المنع مجاش صدفة كويس ولا من فراغ كويس إذن فيه أسباب كويس قوي تمام الأسباب اللي هي تقالد إيه حضرتك الألفاظ الخارجة الخارجة الجزء من مصبوط آه بعض الأغاني آه طبعاً صح طبعاً اللهي نرى حضرتك يرددوها بالزبط طيب دي مشكلة بالزبط يعني النهضة انتشرت الأغاني المهرجانات طيب ليه حضرتك خليته اتحول من بعد اتنين مصرح زفويس وقرب زوج الثلاث وقرب زوج ليه خليته تحول بقى للمهرجان حقول لحضرتك هو ما تحولش هو الفكرة جاتلي كزي احنا دلوقتي زي ما حضرتك قلت برنامجين كبار زائد ان هو توقف على مصرح الأبرة مع الماستر الكبير سليم سحاب تمام وعملنا عدة حفلات في سائل الصاوي وعملنا عدة حفلات في الكويت في الجالية المصرية تمام بادئ بداية كبيرة عندنا اه وبعد كده لما خلص تالت عدادي فاحنا قررنا ان احنا هنكمل في مجال الموسيقى عن علم تمام اللي هو ايه بقى اللي هو احنا هنخش معد موسيقى عربية فازيات في اولى معد موسيقى عربية فاحنا بقى ندرس كمان قالة اه طيب اللي حصل ايه بقى معادتنا هو في الفترة اللي كان فيها حضرتك اللي بتقول المهرجانات والاستاذ هاني شاكل والدوشة اللي حصلت دي الفترة الحالية وموجودة ايو انا كمان ما تحولناش دي من زمان اه احنا ما عملناش مهرجانات عامل كم اغنية عامل كم اغنية المهرجانات احنا عملنا تلاتة دلوقتي تمام بقى مشتركين مع ناس اه مش لوحده مش لوحده هقول لحضرتك الفكرة بقى ان احنا احنا اما حصلت دوشة بتاعت المهرجانات والكلام دوت اعبت انا وزياد قلت له كل اللي احنا شايفينه في البرامج والاستاذ هاني وده بيقولوا تلات حاجات الاغنية دي اسمها اغنية شعبية وطفر اتسمت مهرجانات اتسمت بترقية اغنية شعبية فيها عناصر ان عناصر دي مطرب كلمات الاغنية الشعبية من زمان حضرتك الاغنية الشعبية في اغنية الشعبية جميلة جدا جدا وان وفي مطربين شعبيين كويس جدا وفي تطور خلينا نقول ان دي تسمت مهرجان ولكنها في النهاية اغنية شعبية يعني اغنية شعبية يعني الناس كتيرا بتسمح يعني كلنا بتسمح سواء بقى طبقة متوسطة طبقة ضعيفة طبقة عالية كل الناس بتسمعه. فده بقى ايه المشكلة في ده دلوقتي. المشكلة اني تكوين المهرجان ده فيه كلمات. فيه مطربين. فيه الحان. اي عنصر بيبقى فيه اي اي غنية او اي منتج بيبقى فيه عناصر بتكمله. طيب احنا الناس بتقول الكلام وحش ومصف. طيب ايه الاسوات اللي بتقول وحشة برغم ان فيه اصوات في المهرجان. انا بقالي بقول لها اكترات شهور ما انا وزياد في الموضوع. لا فيه اصوات كويسة جدا. بس هي مظلومة وسط الحدوتة. يعني هي بتقول كلام فالكلام غير طيب. عندنا اه اه كلمات. عندنا الحان. عندنا توزيع. عندنا مطلبين اصوات. صح كده? فطيب احنا لما نفضل نقول ده وحش وده وحش وده وحش وده وحش. نسيب الساحة بقى. للناس تغني بالوحش والناس المتعلمين تسكت? لا طيب قبل ما نخد في الموضوع ده. لسه طبعا معنا بقى الحلقة. نسمع زياد كده في الطرب الاصيل اللي كان بيغنيه طيب. طبعا للعمالقة. ام كلسوم. وعبد الحليم. نسمع اغنية من البدايات اللي بدأ بيها بقى. وصوته تعرف. وعلى مصرح زفويس. اه. واربه بقى. نتفضل. طاير يا هوى طاير عالمينا. رايح يا هوى خبر اهلينا. اصيت الهوى وتفتن علينا. امرك يا هوى خبر اهلينا. جينا يا هوى للبحر جينا. والشطي وناس وبعيد عن عينينا. جينا يا هوى للبحر جينا. والشطي وناس وبعيد عن عينينا. وحلفنا الميال الدار علينا. منك يا هوى. اصيت الهوى وتفتن علينا. امرك يا هوى خبر اهلينا. بسم الله يا ماشاء الله يا زياد. احسن انت صوتك جميل. طيب عايزين نعرف بقى الاستاذ كاظم الزاهر. كان بيقولك ايه في زفويس على مصرح زفويس. انا اصلا الحمد لله انا رحت بالنمجين. زفويس وارب زجوتان. ايوه. انا ربنا ما وفقنيش في زفويس. الحمد لله يعني ما حدش لف. فاستاذ كاظم الزاهر بقى والتامر حسني واننسي عجرم كلهم طبعا استاذة كبيرة طبعا. فقعدوا بقى يقولوا ليه معلش وقعدوا تعوضوا وانت صوتك جميل جدا. وكان بس اختيارات واش عارف ايه. فروحت برداني جارب زجوتان تاني. الحمد لله ربنا كرمني وقدرت اوصل لمراحل. يعني هو كان بيقولك كلمتين. كان بيقولي ما تزحلش. عشان ما وصلتش للنهائي. بس الحمد لله رحت برداني تاني وقدرت اوصل للنهائي. تمام تمام ربنا وفقك ان شاء الله. طب تفتكر حضرتك يا استاذ وائل. يعني بعد برنامج زافويس ومثلا ما وصلش بالنهائي. ليه حضرتك قدمتله برضو في البرنامج التاني. هقولي حضرتك نتكلم حقيقة وند كل حد حقه. انا بعد زافويس. يعني كنت عندك اسرار. اه لا دا احنا انا هو جينا واتعادنا احنا انا اولا انا وزاد صحاب. بصرف النازل انا بابا ومش بابا لا احنا صحاب. وضح العلاقة طبعا قوية. اه 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 اهم حاجة على فكرة. اه في مراحل انا بص يا حضرتك اهم حاجة. مش ان واحد يمجح. طب. اجمسنا البرامج كتير الناس تتمنى انها تكون موجودة وقت في مكان زياد. اكيد. انما طب وبعد البرامج هيحصل ايه. تمام. فلازم كنا نقف ونتكلم ونشوف احنا هنعمل ايه. تمام. فصراحة الاصر انه يقدم له تاني الماستر سليم سحاجة. اه. هو قال له دبني وانا لازم يعني هو ما اخدش حق. فاكيد ممكن انا قدت متخوف ان انا هيخش تاني. لان بعد زافويس كان في مشكلة ونفسيا واتضايقت وهو اتضايق. بس بدأنا نكمل. وقفنا حفليات وقفنا مع الماستر. عملنا حفلات في سائد الصاوي كتير مع سوز مصطفى مهدي. دكتور احمد عبدالله. قصة الانشادي الديني في الابرة. في ناس كتيرة جدا مش عايزة نسى حد وقفه مع زياد في الفترة دي. نفسيا نتعدل ونفسيا بقى دقنا نخش ونخود تجارب تانية. وعملنا اغاني خاصة كمان في الفترة دي. خاصة بتاعته هو. فمن هنا بدأنا نكمل. وكانت صراحة فكرة. في خلاف حصل بينه ما بين احد المتسابقين. فقرب قد ايلا. ايه الخلاف ده كان مع احد المتسابقين. انا؟ ده العصفورة قالتلي على فكرة دي. لو عارب قولي. لو في قلت اقوله مش خاف لا. لو فيش ان كل الحمد لله كل عمطي بكل مشتركين. الحمد لله احنا اصلا بدأنا قلنا عديد في الوتيل. كلنا مننزل نعب حتى فريقها وانا بتين كله بحبه جدا. وكل المشتركين كنا كلنا مننزل نتكلم ونلعب مع بعض ونهزر. كنا دايما نفوش بعض ودايما احنا عديدينه قدام بعض. ففيش خلاف خالص الحمد لله لا. ما فيش. ما فيش اي حاجة يعني. طيب. لو في اقول بقى. انت شايف نفسك فين؟ يعني بالنسبة لك كنت بتغني للعمالقة. ودلوقتي اتجهت لأغمية المهرجان. شايف نفسك فين؟ خلو حضرتك. حابب ايه؟ خلو حضرتك. اه تفضل. انا دلوقتي شايف نفسي. او انا وجهة نظري يعني. ايوه. التي لقيه ما تلاعلك. طبعا. طبعا. وجهة نظر بتحترم طبعا يا زياد. اللي انا لوقتي مطرب. الحمد لله. يعني الناس بتغني صوت كويس ومطرب وبعرف اغني. وفي ناس بتغني مهرجانات. ممكن يكون صوتها مش كويس. فدي انا كمطرب. الناس دي مثلا الله اكبر معروفة جدا. طب انا عندي امكانيات ممكن تكون حسن من حد تاني. ليه اه انا ما اقدرش اخش المهرجان. واقدر اقول بصوتي. واقدر اقنع ناس اللي فيه في المهرجان صوت كويس. طبعا انت ناس وارجك فيه ناس عايزة ت Wizq d عم مهرجان. يعني انت مقتنع تمام الاقتناع. مقتنع بانا مقتنع بانا مهرجان حاجة نعم. يعني انت نضد لجوم على المهرجان. او مثلا. مقتنع بانا اغاني المهرجان. ولا نقول عشان النهاردة أغنيت المهرجان على اليوتيوب يوتيوب مثلا خدت اتجاه تاني دلوقتي بقى كلهم بيغنوا ممنوعين طبعا من الغناء في أي مكان بقوا يغنوا في اليوتيوب حاليا وانت طبعا عاوز نسبة مشاهدات او عاوز تنشر لون الغنة بتاعك فاتجهت للمهرجان وكمان انا مع المهرجان ولكن فيه ضد انا طبعا المهرجان زنبابا الفي عناصر فيه ضد انصر الكلام الغلط اه الكلام الخارج طبعا نعمل المهرجان اه يعني انت مقتنع ان انت تعمل اغنية مهرجان بس مثلا بطريقة او الفاظ تكون كويسة وبتلاقي اقبال طبعا لدى الجمهور متهياء لكده تلاقي اقبال في مزيكة في مزيكة الناس كلها بتسمعها انا ليه مقدرش ادخل لدها بصوتي في المزيكة دي وكان محترم واسم المهرجان محترم طب هل هيبقى بعد كده هو اللي يعني هتيبقى مغني مهرجان لأ المطرب الكويسة غني اي حاجة نقدر اغني الحمد لله عبد الحليم وقدر اغني المكلسون وقدر اغني كل العمالقة وقدر اغني حاجات تامر حسني وقوال بصار بقى سلطان وقدر اغني مهرجان اه لاجم بقى عايزين نسمع حاجة من القديم بقى للعمالقة اه طبعا اه تفضلي نقول حاجة الحزب وداد يبي رح اقول لي الزين سلامات! 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 على حسبي وداد يبي دي يبي ضيق انت عليهki الأمر يبي أنا لي معاهكك حكيات! هكيات! حكيات! حكيات! على حسبي وداد جلبي يا بوي على حسب أوداد جلبي يا بوي موال موال الصبر هداب من يوم الحب مغاب ولا عمري يعيني يا ليلي يا ليلي يعيني يا ليلي ما اتقرب لنا أحباب ولا صابر المقسوم يمكن يرجع لي في يوم وكل معاك تاني يا بوي أيام خلوات وحكايات حكايات 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 على حسب أوداد جلبي يا بوي على حسب أوداد جلبي يا بوي عايزين نعرف إيه اللي قاله لك المايسترو الكبير طبعاً سليم سحاب في أول لقاء طبعاً ما أدرش أنسى طبعاً أنا أملاق طبعاً وإنت لسه بادئ ده كان عندك كم سنة؟ كان عندي في الثمان سنين كانت السنة على طول روحنا كده كده قالك إيه قالك كلام يعني شجعك بعد كده أنك تستمر أنا أصلاً كنت بقالعب كورة جانبي الغن فأنا كان في دماغي كل كورة طبعاً كنت بحب الكورة بقى وكده فلما أمي وأبوي اكتشفوا كده اللي أنا بغني والدي سأل أمي جابت الرقم برضو وراحوا إيه آه ينا من موهبة آه راحنا عند المايسترو سليم بس أنا اكتشفت بقى أنك كنت محضرين أجنياً غنياً أنا مش عارف إيه وكده اكتشفت لا أنا لازم أقول السلم المصير وأنا مكتش أنا كنت ميح بقى خالص مش عارف عن إيه سلمصير مش عارف حاجة بس داني كويس فالمايسترو سليم بيختبر الودن فما ودناك كويس تدري تقودناها مع حاجة فالمايسترو سليم قال لي أعمل طبعاً الاختبار فالحمد لله قدرت أتجوز الصغبات دي فالمايسترو سليم قال لي أنت تفضل معانا أنا بقى مش فاهم معانا يعني أنا كده كويس ولا إيه أنا طبعاً مش فاهم أي حاجة فكتشفت بقى لأنا الحمد لله رب مايسترو سليم آه أعجب حمد لله ومرة على مرة الحمد لله قدرت اكتشف صوتي والحمد لله يعني شارف كبير جداً اللي نقف قدامه وجامبه كده في مصرح الكبير بتاع الوقت تمام استمرت قد إيه الفترة اللي استمرتها لأ حتى معاناسترو سليم كتير قوي حد الوقت تمام سنين دي سع سنين معاناسترو سليم أطبع عاوزين نطلع فاصل نواصل بعد الفاصل إن شاء الله انتظرونا أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد عاوزين نعرف يا زياد على مصرح أرب كتلة إيه اللي تقلع من الفنانة مجوى كرم والأستاذ طبعاً أحمد حلمي والأستاذ علي عاوزين نعرف إيه اللي دار بينك ما بينهم بقى على المصرح الكبير أنا أول حاجة كنت داخل الحمد لله كان فيه ثقة والحمد لله يعني كنت داخل ثقة الحمد لله يعني شوف حضرتك شايفين التشجيع بتاع الأستاذ مجوى كرم طبعاً عاوزين نعرف يعني كانت منبهرة فيك أوي نبدأ بالأستاذ مجوى أنا دخلت لما غنيت وسامعت شكت طبعاً قلت آه يخرب بيتك وكده حاجة حلوة ده اللي واضح لكن ده إحنا عايزين نعرف الكواليس بقى الكواليس بقى وأنا أول ما خلصت هنا قاعتلي أنت الصوتك حلوة قوي وعادت طبعاً كله مستزع مستزع عليه طبعاً ونجوى كرم طبعاً أسازة كبيرة جداً في رحبية قوي في رحبية قوي وبعد كده ده في الكواليس بقى خلينا غنيتين تاني ده ما زهرش بقى ده ما زهرش ونجوى كرم تاني في المصرح أجباً بصوتك يعني آه طبعاً عشان هي كان بص ده بي كان خلص تمام فهي عشان حبيت صوتي قوي قيتلي أنا عارف البص ده بي خيط أما بداني بص ده استئناف بقى في الكواليس في الكواليس طبعاً عارفنا كلها نفرح بقى بعد ما قديت الأداء على المصرح آه طلبت مهاجة ما تتغني تاني وسمعت كذا أغمية لك بس فدي كت حاجة فرحتني جداً يعني وكان شارف كبير لأيه آه طبعاً قولي استاذ إذا أحمد حلمي عادي عز طبعاً استاذ كبير جداً عادي عزر معايا عزر معايا عزر معاهم عزر معاهم عزر طبعاً آه شارفات آه طبعاً زي مجال عاسو استاذ علي طبعاً عادي قولي كلام كبير جداً يعني ما بيتكلمش عن موهبة بجد اللي ما يكون هو مقتني عادي جداً قال له كلام قال له انت حتى في المرحلة اللي قبل النهائي كنت انا موجود هناك في الكواليس دي كانت مباشرة قال له انت حتلاعت ما طلعتش انت خلاص من دلوقتي صرت نجمة فكون ان الأستاذ علي بيشكر في موهبة قدامه على المسرح فدي كانت حاجة بالنسبة لنا حاجة كبيرة جداً حاجة كبيرة طيب حدرتك ايه عرفنا ان حدتك ماضي عقود حالياً تمام تمام قول لنا ايه الأخبار ماضي عقود مع مين تمام موسيا فانديم هي هي بعضي وحضرتك موضوع المهرجانات لما حصل المشكلة عمر كمال وحسن شاكوش والأستاذ هاني شاكر انا عدتنا وزياد هي اللي زياد قال له وحضرتك من شوية طب احنا مشكلة المهرجان الناس بتقول لك الاناصر دي طب احنا عارف حضرتك الممثل في البدايات عما يعمل الكوميدي ويقول له انت متعرفش تعمل الكوميدي هو انا بيمثل يقوم رايح عامل تراجدي يقول رايح عامل يعني ممكن صح كده عايز يقول انا ممثل عشان قدر عمل كل حاجة طب ما احنا مطربين طب ما في مطربين زياد وغير زياد كتيرة بيغنوا طربي بس انت عايز اسمعوا في الطربي طب ما هيقدر يقول شعبي يقدر يقول والجمهور اللي يحكم فكانت دخولنا موضوع المهرجانات ان انا هلا نقدر اقوله بالمهرجانات اه بس في مشاكل وفي الفواز وفي كل الكرام ده حضرتك مش هادحك عليه احنا عايزين بقى اندخل الناس المطربين عشان ما نعودش نقول لوحش وحلو طب الناس الكويسة ما تشتغل طب دخلتنا مع الستاذ محمود حسان ايوة ايوة انا جايلك هو ايوة استاذ محمود حسان ايوة معه معانا على تليفون الوقت وهو بصراحة يعني هو اللي نكمل معانا ناخد المداخلة دي مع الستاذ محمود حسان ونشوف بقى رأيه ليه انت جليزياد ايوة السلام عليكم ايوة الستاذ محمود حسان نائب مجلس ادارة شركة ام الميوزيك اهلا بحضرتك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب وبنشكر حضرتك على هذه المداخلة النهاردة حضرتك بتنتج اغاني لزياد ايه السبب اللي خل حضرتك تنتج اغاني لزياد وحضرتك عارف ان اغاني المهرجان حاليا طبعا بتاعت الوقف من الستاذ هاني شاكر بوقف اغاني المهرجان فالنهاردة بتنتج حضرتك لزياد بناءا على ايه هل انتاج على اليوتيوب ولا انتاج فين وليه حضرتك اساسا انت اكتلي زياد اتفضل حضرتك هو زياد عم طبعا من الاصوات اللي هي يعني القوية اه ومع عندي زياد بس على فكرة عندي مطربين كتير وكل هم اصواتهم حلوة تمام اكتر من المطرب كل المغانيين مع حضرتك يعني بتنتج حضرتك لاكتر من حد ما هي كتير جدا تمام يعني عجبك صوت زياد حضرتك طيب ما هو زياد بيغني غير اغاني المهرجان اشمعنا بقى اغنية المهرجان حضرتك حطيته فيها وانت اكتهاله ما انت اكتش فيه مسلا اه او تعاقت معهم على اغاني تانية اغاني من اللي بيغنيها خاصة به اغاني الزمن والفن الجميلة طبعا للعمالقة اللي غنالهم سيدة ام كلسوم مستاذ عبد الحليم حضرتك عندك اه استاذ مصطفى كامل مكين لنصفين سابقا اه اه اعمل اه اغنية بمزيجة مهرجان عشان هو ده اللي ناجح مزيجة مهرجان اه يعني حاليا حضرتك شايف اغنية المهرجان وصلت لغاية فين في مصر لا وصلت لعام كله اه يعني نقول يعني هي اللي كسحة حاليا مثلا هي اللي اصلا يعني ما فيش غيرها ده في الوقت الحالي ده من وجهة نظر حضرتك لا مش وجهة نظر حضرتك لا ده السوشيال ميديا هو اللي بيحكم اه شوفي الارقام الموجودة ده طب احنا النهاردة حضرتك يعني معنا كده ان السوشيال ميديا هي اللي بتحكمنا اكيد طبعا يعني انا بنتج اغنية لزياد اغنية مهرجان عشان السوشيال ميديا وعشان ده جمهور الاصوات والمشاهدات عشان الاصوات والمشاهدات طب حضرتك عارف ان المشاهدات على اليوتيوب بتتجاب ازاي وممكن في كذا طريقة بتجيب مشاهدات يعني لا احنا ما بنعملش ولا بنعمل اسبونسغات ولا بنعمل الكلام ده خالص اه انا عمل اغنية جايبة خمشان مليون في اقل من شه الازياد لا لناس تانية تمام الازي اغنية مبلاش كم يوم هي اه داخلها عن نص مليون تمام اه كان بيتكار اي حاجة اه ناس دي لها جمهورها جدا يعني احنا شرف ليه اصلا اه يعني حضرتك شايف ان حاليا هو رجل الشارع او الشباب او عمتا يعني الناس كلها مقتنعة ماخيش بيت مابيسمعش معرجان تمام اه يعني كلنا كلها بتسمع معرجانان اه اه وبعدين احنا مش بنشتغل معرجان بمعنى كلمة معرجانة احنا بنشتغل معرجان شيك يعني اغاني بمزيجة معرجان تمام حضرتك زي ما قلت حضرتك أستاذ محمود طبعا أما اتفقنا مع بعض فعلا بنختار الكلمات كويس جدا في أصوات زي ما بقولك زياد وغيره مع الأستاذ محمود هو مهرجان شيك ما احنا عندنا مشاكل في عناصر طب ما هو عايز يحل العناصر بس هنا الناس بقى تقولك لأ ووحش ومش هسمعه ومسف طب انت عندك حاجة كويسة وعملتهاش إنما احنا هنتكلم من غير ما نعمل هنا اللي اتفقتي بها على سيد محمود صراحة يعني لسه احنا بمضيين قريب ولسه سيد محمود منزل وحن هي للزياد بقى لها حضرتك في مجوم استراء عايزين نعملهم هرجان تمام يعني حاليا هو أنتج أغاني للزياد ولا لسه هي لا حضرتك نزلت لسه على اليوتيوب من تلات تيام سيد محمود لسه نزلة عاملة حوالي نصف مليون في تلات تيام أهو ربعة تيام آه تمام هي احنا بس بننطقي إنما انت حتقول لك لا أنا مش عايز طب مهار الدينية كلها بتسمع طب الناس الكويسة اللي بتغني تعمل ايه طيب ما احنا نهضف صدق حضرتك قرار المنع وقرار الوقت هو منع ايه حضرتك منع عشان ايه منع عشان الكلام حضرتك مش منع المهرجات أيوة اللونية والألفاظ حضرتك آه طبعا ما هم منحها ليه الأستاذ هنشاكر حضرتك مش رألفاظ احنا ما بنعملش ألفاظ خرجة اه لا أنا بتكلم حضرتك أنا بتكلم حضرتك على السبب اللي اخذ هذا القرار بسببه الناس اللي معي كلها متغوينة ودخلت نقابة تنجح تمام 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 بس احنا شغالين انها هو بنشتغل بمزيكة مهرجات مزيكة مهرجات هي دي الموسيقى هي دي الموسيقى اللي شارعي احنا بنعمل اغاني وبيعمل هو الكلمات مثلا من الخاصة لطليق بالزبط اغالط ليكو مزيكة المهرجان عشان الناس تسمعوا بالعام يعني بالزوء العام بالزبط انا من كان عدت مع الأستاذ محمود برضو طبعا وانا بيني بقى اقتنعت اقتنعت ان انا طب هو انا زياد مطرب واحمد ومحمد وفي ناس مطربين كويسين مع الأستاذ محمود ولو دول ما عملوش يبقى مزعلش ان الناس الأسوات اللي وحشة شغالة وقلش انا بقى وحش ليه ازا كنت انا بعيد خلال السح صح كده استاذ محمود مش هيجيب ناس ويشتغلوا طب مين اللي هيعمل طب هنغير ازاي هنقعد ننتقد بس احنا بنوضح برضو هنا وجهات النظر يعني وكل دي وجهات نظر فيش طب صح بعد يعني استاذ مصطفى كامل اه صح 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 احنا احنا اكيد صح مش غلط تمام تمام ماشي يا استاذ محمود بنشكر حضرتك على هذه المداخلة وتحيات لحضرتك شكرا مليك يا فضل فضل يا فضل زياد بالنسبة لأصدقائك النهاردة بيقولولك مثلا انت تعاليت علينا انت تكبرت علينا ولا تعال يا زياد عايزين نسمعك هل انت دلوقتي الزمان زي دلوقتي معهم يعني انت زياد ولا تغيرت لا لا اقول لك الحاجة اهم حاجة في الموضوعات ده كله من تفيده من بابا وماما كم ده كله وبابا كمان بالذات موضوع الاخلاق والتربية طبعا فانا مهما يعني يعني انا ربنا ده كله بفضل ربنا امام لو طلعت في اي حاجة ربنا يقدر ينزلني طبعا يعني كله حمد للفضل ربنا فانا مقدرش هتعله على اي حد او حد او صحابي احنا دايما اصلا بعد البرامج البرامج اللي انا تلعطاها كمان صحابي كلهم بقى تعالي غني يا زياد ومش عارف ايه بعد بقى ما عملت المهرجانات اه او عملت مهرجانين تاتا مع استاذ محمد حسن طبعا فصحابي يتفاجئوا اين انت بتعمل مهرجان؟ ما سمعناكش عبلي كده في مهرجان سمعوا اندهشوا اه على اساس انه جديد يعني جديد ومجديد عليهم هم فرحوا عشان هم ده حياتهم هم كلهم مزكتهم كلها ايه مزكة مهرجان تمام فلقوا صاحبهم بيان مهرجانات حلوة وشكلها حلو وكلامها حلو سمعوا تفاجئوا فرحوا جدا بقى فقى صاحبي يودي لصاحبي بعد من قلب قاتي بتقولك اه ده تعال علينا عشان بقى ولا تلالة خالص في بعض من الناس بيقولوا كده هو ما اصلا هو اصلا انت مش قاصد ده بس هم لا يعني في دمخهم كده ما تجدش يا زياد دلوقتي لا يبقى انت تطبط بعلينا في ناس كده اه اه انا بقى ما اصف كده انه كن في ظرف انه هو مش قادر يجيله انت متكبر بقى وش حالف ايه يضطر بقى يرق يا عمي ما فيهش الكلام عايزين نسمع الاغمية اللي قال عليها الاستاذ محمود بالوقتي اغمية خاصة بيك بقى في مهرجان في مهرجان وفي كمان بعديها فيه اغنية تانية كان عملها الاول بعد ما جانها من زبويس اه اغنية دراما طربي يعني احنا عملنا الطربي كمان اغنية خاصة بيه هو نقول المهرجان الاول اللي لسه عمي ايوة قلبي ميت من سنين قب لا قبلش حمين ده زمان الطيبين لا ما فيش اخلاق قلبي واخد على الالم من سنين وانا بط ظلم اللي خف عمره ما سلام للحروب اشتاق يا رب من نفسي احميني اعفى عني وفرح عيني انا مش حمل النار تكوني تبع علي يا رب عشان عصيتك بدايق حزين بجد ومش رايق عفار الدماغي عملالي حرايق بقت عجوز من الشب العذاب فوق العذاب عايز اموت جالك تقاب من اللي لادمة للصحاب صاحبي عملي ايه لو جعل مش هيعشيك عايزو ييجا تكتب شيك وقرب واحد ليك بس انتهى ليه مهرجانة ايه المشكلة فيه طبعا لما تسمعي على المزيكة طبعا لقول لما تسمعي على المزيكة طبعا طبعا انا عايز اقول لحضرتك مع المزيكة بقى مع المشغل اللي بتاديل احنا لجييني لانا شجع لانا شجع المهرجان ولا ضد المهرجان الفكرة مش ضد فكرة انه طب فيه ناس بتقول حالو ناس تقول وحش طب اللي بيقول وحش ده ايه وحش فيه وعدله تمام وش يتفضل يعمل عدله صحا كده اننا ما عايزو ينفعش عايزو يقول وحش ووحش هو يسقل بالدراسة يعني كان جاي معنا دكتور احمد حجازي لعله خير يعمل منع خير فهو كان بيقول برضه النفس يا ايو عايز اتكلم على الموسيقى بالزبط اه وام يسقل بالموسيقى عاوزين نعرف يا زياد علاقتك بحمه بك بحكة على طول بقى في حاجة اه لا حمه بك حمه بك يعني عشان بس الناس كلها تفهم ده حد زي العسر اه اكيد انا شفت مرة شفت مرة انا وعملنا فيديو اه عدنا عملنا فيديو مع بعض وغزرنا مرة واحدة وكان بيتعمل معايا كياني عارفه من اه انا شفت قغمية لك مع عمر كمال بوس معك اه 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 قد يب بنغزر مع بعض ومنغني وحد يعني حد عصر جدا هو عمر كمال ناس محترمة جدا و ايه رأيهم فيه صوتك طبعا هم بفرحوا صوتي جدا طبعا اعجبهم صوتي الحمد لله وعايزينك تفنانك جامل هم اللي شجعوك انك تتجاه للمجرد لا هم حد تشجعني هم حدش خالش شجعني مغرجون كله كان في الاول بيقول لا ما تعملش مغرجون وصحابي لا ما تعملش مغرجون او ما سمعوا شغلي هو ما سمع الحياة المحترمة اللي بعملها تفجع الناس كلها الحمد لله تفجع وفيه ناس اكيد من بعض الناس مش حبة ده ولكن الاغلبية كتير قوي يعني العدد طاغي جدا على الناس اللي مش حايزين الناس كتير قوي حبة اللي انا اقدر اعمل مغرجون بشكل كويس او حمو بيكا طبعا يعني احنا مش شبتوش غير مرة وهو امور كمال وعادنا غزرنا وغنينا مع بعض ده دي عبق تيفي يعني وان شاء الله شوفه كتير تمام تمام طيب معانا مكلمة بالوقت مدخلة من دكتور نبيل سابت الو ايوا السلام عليكم معروف طبعا اهلا وسهلا يا دكتور عليكم السلام واحترار بركاته اهلا وسهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب اهلا وسهلا اهلا بحضرتك دكتور بنتكلم عن منه سابت عدو نقابة الموسيقين ايوا وانا سمع معك اه اه زياد اه وائل اه اه وزيادة من الاصوات الممتازة انا سمعه وانا وانا شهادة هي اه لا 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 الحقيقة السوت طبعا انا كنت متابعه في ايام كان اه مع نجوة كرم ايوا اه 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 صوته انا متوقع الوقت من الاصوات اللي هي قريب جدا 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 هتبقى معروفة على مستوى ان شاء الله مستوى الوطن العربي ان شاء الله 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 طب ايه رأي حضرتك في اغنية المهرجان وصلت فين في مصر المهاردة والله انا كنت في اللقاء في اللقاء في نفس القناة قناة الصحة وجمال قبل كده وكلمت عن المهرجانات وكلمت ان الاستاذ هامي الشاكر كان مانع لكن هو الاستاذ هامي الشاكر ومانعها لي ومانع مش بغرض المهرجان نفسه ومانع الكلام اللي بتقال في المهرجانات الكلام اللي تقال طبعا والالفاظ بالضبط انما هي المهرجان نفسه المانع حضرتك برضو بيتردد على قعدة عريضة يعني من الشعب حضرتك شايف بالضبط كتير لكن قرار المانع ممكن يوقف ناس كتير انه هما مسلا يطوروا في غنية المهرجان او يستمروا فده من وجه نظر حضرتك قرار صائب الواستاذ هامي شاكر انا ما افتكرش ان هو يعني رافض ان حد يغنل ابدا بتاتا هو رافض احنا مجتمع اللي هو القيم والتقاليد هاي تبص الالفاظ اللي بتتقال زي اسم المطرب نفسه يعني هتبص لاي اسم المطرب غريب جدا وبيختاروا اسمي غريبة واللي برضو الزي اغلبهم والحركات وكده واللي برضو اغنية المهرجان اتجه اتجاه الضجيج دلوقتي عالي احيانا بيتبقى فيها في السمع برضو يعني نقول ضجيج عالي يعني كان هيتكلم المهاردة دكتور احمد بس مجاش دكتور احمد حجاز دكتور احمد حجازي فكان هيتقول برضو لانه طبعا استاذ في اكاديمية الفنون واستاذ موسيقى كبير وكان هيتكلم عليها برضو خطورة بالنسبة للسمع واغنية المهرجان بتعمل ايه يعني في السمع فبرضو من وجهة نظر حضرتك يعني تؤيد هذا ان شايف حضرتك اغنية المهرجان اغنية المهرجان ما فيش اي مشكلة فيها طالما ان هو بعيد عن الاسف انا سمعت زياد فيه ثلاث مهرج الناس سمعتهم لغرية جدا انا شايفهم كثير مفهوم سيسف ولا فيهم حاج سمعتهم تمام لا ما هو بيتلاش وحضرتك الكلمات طبعا الغير لائحة ومشيين على اغنية مهرجان بس انا بضلك اعزال فيك نظر حضرتك بالنسبة للزياد ده طالب في طالب ببرد سنة اولى معهد الموسيقى اه فهو بيختار بضلك كلمة اه بيختار بتاعه فبردك انا شايف بردك والده مهتم اوي بالاختيار وفي علاقة في علاقة بينهم اه ومتشرفت طبعا برأي حضرتك طبعا اه وموضوع الانتقادة ما هو ده دكتور انا بقول ده اقول ما عارش حاجة ايجنوا لأ ان الناس اللي اسواتها كويسة واللي بتدرس نسيب المساحة دي كلها للناس اللي ما بيتغنيش كويس ونقول هما بيغنوش كويس طب احنا سايبيني المساحة دي ليه ما نخش جوه المساحة دي ونعمل الافكار بتاع حضرتك والنحن الكويس والكلام الكويس وبعد كده نشوف الجمهور هيقول ايه مش هتقدم الناس حاجة كويسة يقولك عليها لأ تمام يعني حضرتك يا استاذ واقل بتطالب مثلا بقعادة وجهة النظر لا انا بقعطالب يا حضرتك فيه موسيقيين وناس محترفة كويس جدا وناس بتعمل شعبك كويس يعني فيه استاذ حسن دنيا مثلا ده بيعد عن الساحة طب السوس عسن دنيا دوات ملحن كويس مثلا على سبيل المثال تم بيهنحن زيبان اغني شعبي طب انت سبتل بساحة وبتقول لا اوحش حد مثلا طب احنا الناس اللي درسة اللي بتغني في دراسة زي زياد في مواعد موسيقى لما يجي يغني مهرجان مش هيغني رأسه خلاص اكيد هيعرف المقام دوت هيغني كويس هيختار كلام كويس انه قول مهرجان عن دراسة اغنيت مهرجان عن دراسة لو احنا كل الناس اللي بتدرس دخلت وعملت الشكل اللي هي عايزة اكيد هنتحول الكلام اللي الناس عايزة هتبقى لغنيت المهرجان خدت مثلا طريق تاني كويس بعد اللي حصل موسيقى هنشاكل الناس بدأت تنقي كلامها الناس بدأت تنقي الفاظها طب ما هو لو كل الناس عملت ده عشان هوش الدنيا عايزة كده يبقى انت كل المشاكل اللي عندك بتتحلي بقى ما عمدناش مشكلة في المهرجة في مزيجة المهرجة وفي ناس تاني تحولت كتير على اليوتيوب ما هو حضرتك زي ما قصص محمد حسان من شهد فضل وقال اه معنا دكتور نبيل اه وكان فيه تفكير فيه كان فيه اقتراحات ان هم يتعملهم شعبة شعبة في النقابة شعبة في النقابة بس يريد يريد ان هم يبعدوا عن الكلام اللي هو اللي فيه السفاف ايوه وانا اعتقد ان النقابة من الممكن انها توافق في حالة اتمام المسيكة يعني ممكن اعادة وجهة نظر طبعا في الزراع اعاو 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 دي حاجة زايد انه يريد قبلك الجماعة اللي هما يعني في بصري بيغني مثلا يخرج عن المقام الموسيكي يريد زي ما فيه شوية دراسة برضا ايوه ايوه اعاو والنقابة انا اعتقد ما عنداش اي مانع نقابة بتشكع ايوه ايوه حضرتك برضو اللي هما بيخرجوا عن المقلوف سواء في الموسيقى سواء في الكلمات سواء في لبسهم حتى ما هما دول اللي اثاروا الجدل وده اللي خلى النقابة يعني تعترض فده برضو يعني موجود معظم مطربين المهرجان وكمان بيكون في النهاية يعني صنفهم او استاذ هاني شاكل ده غني ده غني فيه ناس قالت انا مؤدي وليست مطرب شخص مغني ايوه هما فيه ناشية فاندي معارفين لو بيغنيش ايوه يقولك انا مؤدي بس ليه مؤدي يطلع يقدر حركات وصوته مثلا ايب مؤدي ده مؤدي ده يعني بيقدر يعني مش مطرب مؤدي ده اللي هو يقدر اللي هو يقول ايه اي حاجة بس يقدر يقول ده مؤدي لكن كمطرب يقدر يقول بقى مقامات وغرب وكده مقامات احنا في النهاية دكتور نبيل مع ان مطرب الكويس الجايد بيثبت وجوده تمام تمام بنشكر حضرتك يا دكتور نبيل على هذه المداخلة تحياتي وكل سماح حضرت طيب تمام يا زياد ناوي تعمل ايه بكرة اه مش بكرة بكرة عايزة جمع بكرة بكرة قدام ان شاء الله يعني انا ناوي بإذن الله اللي انا اكمل في مشواري وما يقس وما بصش الحاجات السلبية خلص واشوف اخر مشوارية تاخد بالمصايح ناخد الايجابيات ناخد الايجابيات والحاجات اللي حضرتك دي حاجات هدامك بي يعني اما ما دخلت في الموضوع ده انا وزياد ازاي وانت كنت وانت وانت كده بوض نفسك طب انا اعمل ايه طب سانيا اقول لحضرتك الحاجة سانيا اقول لحضرتك الحاجة الوقت انا كموترب صح نتكلم بقى جد انا عايز اتشوف اكتر او عايز ارجع نفسي تاني تسبت وجودك وترجع برضو للطرب الاصيل يعني الاساس صح اقول حركة الحاجة الطرب الاصيل ده اساسي اه يعني انت حاليا مع الموجة اللي هي على اليوتيوب عشان تشتغل وعشان تنسبت مشاهدات وعشان تنسبت نفسك وبعد كده وهي مش موجة انا انا اسف يا داد ما مش هتدقى موجة لان القاعدة اللي احنا فيها دي كلها الموجة ما بتتقسم بطريقة دي حاليا اللي موجود حاليا صح كده المشاهدات على اليوتيوب لان فيه قرار منع مفيش اي حاليا بطاله اليوتيوب ولا شغال اكتر اه شغال دلوقت هي الفكرة انك هتخش تعملي تعدل اللي حضرتك السلبيات اه مين اللي هيعدل السلبيات الناس اللي بتغني كويس الناس اللي بتكتب كويس اه خشوا واعدل اه المطرب الكويس الصوت الكويس بي اسمت وجود انا بنسمع حاجة بقى شعبية تمام يلا نسمع حاجة شعبية ايوا بقى هيا بقى هيا اه قول حاجة الريضة البحرون ماشي يلا طيب نسمع جزء من كليب طيب نرجعلك تاني طب من التمام نسمع حاجة نسمع بقى حاجة شعبية مما كبتة انا انا لو ردت عليكم بالكتبال فيكم وانتوا ما تستهلوش كده انا على وضعي وتمامي وان قلت في يوم كلامي هسمع كندا سمعت كلامكو عني تلعي الكلام خايب لا فيكو راج الجدع حتى الجدع غايب في كلمتين قصتي على طبتي بتعاير في كلمتين قصتي على طبتي بتعاير ده انا خدت فيكم ألام وعملتكو حبايب ناسين كمان اصلكم ولا حد بيحبكم ناسين كمان اصلكم ولا حد بيحبكم حسبنها بس ازاي ما فيكمش ولا الصاحب عملت الكل ده مهما دي مش عاجب مين قدرني فيكم مين مين كبرني فيكم مين مين قدرني فيكم مين ولا ولا واحد طبعا مفيش اجمل من كده يا جيال بسم الله ما شاء الله صوتك جميل جدا ان شاء الله نتمنى لك مستقبل باهر بإذن الله مستقبل جميل بنشكر حضرتك يا سهوائي انا بس ادنا لحاجة دكتيني حاجة سوائرة طبعا بشكر حضرتك وبشكر بارك البرنامج وبشكر كل الشغالين في ورا الكاميرات بشكرهم جدا طبعا وتعبناكم النهاردة حب وجه بس رشال وتحية قبل وخلاص لأستاذ محمد الحسن طبعا أستاذ نبيل على المكلمات الجميلة وأشكر طبعا للناس اللي وقفوا معايا جنبي جدا بميسطر مسحاب وميسطر مصطفى مهدي ودكتور رحمد عبدالله طبعا الناس وقفوا الجنبي فالحينا بميسطر مصطفى مهدي فأنا شرف ليه جدا أنا كنت معاهم ولسه معاهم وأشكر حضرتك طبعا جدا وإن شاء الله تكمل بارك معهم بإذن الله الله يخليك إذن الله شرفتنا ونورتنا إذياد وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات أخرى معاك وإنت بقى إذن الله شرف ليه شرف ليه شرفتنا يا أستاذ وائل إن شاء الله بنشكر حضرتك على هذا اللقاء الجميل الممتع تحياتي لحضراتكم وعزائي المشاهدين ونشكر حضراتكم وكل عام وأنتم بخير وإلى لقاء في بيت المصريين